السلام عليكم التعليم العالي يكشف مؤشرات أولية للمرحلة الأولى لطلاب السنوية العام صرح السيد عطى المشرف العام على التنسيق في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة موعد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجميع الجديد 2022-2023 بعد استلام نتيجة السنوية العامة 2022 من وزارة التربية والتعليم على أن تعلن اللجنة العليا للتنسيق الحد الأدنى للتقديم بالمرحلة الأولى للشعب السلاسة علم علوم وعلم الرياضة وآدمي والبدء في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق تنشر بوابة أخبار اليوم الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق 2021 في العام الماضي للشعب العلمية اللي كان مجموعه 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88 و41 من 100% فأكثر ده يا جماعة الحد الأدنى لشعبة علم علوم بالمرحلة الأولى العام الماضي 88 و41 من 100% و 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر للشعب الهندسية الشعب الأدبية السنة اللي فاتت المرحلة الأولى يعني 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65 و73 من 100% فأكثر وبالمقارنة بنتاج العام الحالي 2022 فسوف تزيد الكليات الطبية 3 درجات و 7 درجات للهندسة والانخفاض للكليات الأدبية عن العام الماضي دي مؤشرات أولية لتنسيق 2022 الشعبة الأدبية هي الشعبة اللي هتكون أكثر حظا هذا العام عن الشعبة العلمية سواء علوم أو رياضة بمعنى أن ممكن كلية الاقتصاد وعلوم السياسية تنزل لـ 83% كليات الألسن تبدأ إن شاء الله من 80% الإعلام برضو نفس الحكاية الأثار ممكن تاخد من 78% الفنون الجميلة 67% دي كلها مبشرات للشعبة الأدبية على وجه الخصوص بالتوفيق للجميع خليكم معنا إن شاء الله الفترة الحالية والأيام القادمة عشان نتابع التنسيق أول بأول بس رجاء يا شباب فضلا وليس أمرا الإشراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم منا كل جديد وإنت يا جماعة نعمل لايك للفيديو وشير لكل أصدقانها علشان يستفيدوا من الكلام اللي احنا قلناه سلام يا أحلى أحلى شباب